تفقد وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيفة يرافقه محافظ أسيوت هشام أبو النصر مدارس المحافظة للإتمنان على استعدادات التي اتخذتها المحافظة للعام الدراسي الجديد وإتمأن الوزير على كثافة الطلاب بالصفوف المختلفة عن طريق الكشوف التي تم إعدادها حيث تفقد الفصول الدراسية وغرف المناهج والمكتبات والغرف الإدارية هذا ووجه الوزير بضرورة استغلال الفراغات بإنشاء فصول دراسية جديدة وإعادة توزيع الطلاب على الفصول لتقليل الكثافة بكل فصل وشدد على ضرورة تلافي أي ملاحظات قبل بدء الدراسة نحن مع معالي المحافظ لفينا في حوالي خمس مدارس ولسا مكملين كل الحياة الدنيا فيه استعدادات جيدة جدا الحياة قوائم الفصول كلها أقل من خمسين طالب لحد الوقت كلها اللي شفناها والحمد لله المعلمين موجودين كلهم عندنا عجزة في محافظة أسويت خالص وإن شاء الله عام دراسي سعيدة على الناس كلها وبالتوفيق إن شاء الله المحافظة توفر العمال في المدارس اللي مش موجود فيها عمال المحافظة بتوفر أي عناصر وزارة التربية والتعليم بتحتاجها وزارة التربية والتعليم موفرة كل الإمكانيات وموفرة زي ما حضرتكم شفتوا الكتب الدراسية وموفرة المدرسين الأكفاء والمعامل والأجهزة الكمبيوتر وتجهيز الفصول والمجالات بجميع أنواعها إحنا طبعا الحمد لله نقدر نقول النهاردة إحنا على أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي بإمكانيات 100% اشتركوا في القناة